أكد المتحدث باسم قوات الاحتلال دانيال هاجاري أنه لا يمكن القضاء على حركة حماس وصفاً إياها بالفكرة وأنه لا يمكن القضاء على فكرة في المقابل قال مكتب نتنياهو في بيان أن المجلس الوزاري والأمنية ملتزمون بتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية التباعد يتواصل يوماً بعد يوم بين مسؤولي سلطة الاحتلال فبينما أكد المتحدث باسم قوات الاحتلال دانيال هاجاري أنه لا يمكن القضاء على حماس وصفاً إياها بالفكرة وأنه لا يمكن القضاء على فكرة هاجاري قال إن أي حديث عن القضاء على حماس وإخفائها من الصورة هو بمثابة ظر للرماد في عيون الناس تصريحات هاجاري قُبلت برفض فوري من مكتب بن يمين نتنياهو الذي أعلنت حكومته أن هجومها على قطاع غزة لن يتوقف حتى القضاء على حماس وقال مكتب نتنياهو في بيان أن المجلس الوزاري والأمنية ملتزم بتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية ما زق نتنياهو هو أن تعنت العقلية الإسرائيلية وفتحها جبهات متعددة يضعف الصف الداخلي حتى بلغ بن نتنياهو أن يطالب شركائه في التحالف بضبط النفس وكان حزب الليكود الحاكم قد ألمح أن وزير الأمن القومي إتمار بن غفير يسرب محادثات سرية من المجلس الوزاري وبحسب صحيفة دعوت أحرنوت فقد عرض نتنياهو ضم بن غفير إلى مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الوزراء الأمني الذين يتلقون مراجعات أمنية وردا على ذلك أعلن حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه بن غفير أنه يدعم قانونا يلزم أعضاء مجلس الوزراء بالخضوع لاختبارات كشف الكذب نتنياهو لم يسلم من غضب الشارع أيضا مع استمرار التظاهرات للعامة إلى جانب عائلات المحتجزين كان آخرها بمدينة عسقلان والتي طالبت كسابقتها بإسقاط الحكومة من بين مطالب أخرى اشتركوا في القناة